أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تنضي قدما في تنفيذ البنية التكنولوجية للعاصمة الإدارية الجديدة وتسرع الخطى لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي فيما تعلق بالأمن السبراني للبنية التحتية المعلوماتية بالعاصمة الجديدة وكذلك برامج التدريب المقدمة للعاملين المرشحين للانتقال إلى العاصمة جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده مدبولي مع رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ومدير إدارة نظم المعلومات بالقوات المسلحة حيث استعرض الاجتماع الموقف التنفيذي لأعمال البنية التكنولوجية في الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة وكذا موقف منظومة التطبيقات التشاركية لإدارة العمل